اشتركوا في القناة وتعريف الأجيال القادمة وزوار المملكة على ما نمتلكه من إرث حضاري غني وعريق مشيرة إلى أن هيئة الثقافة تهتم بالفنون الشعبية عبر تعزيز البنية التحتية الحاضنة لها وعبر إعطاء الفرق الفنية مساحة لممارسة إبداعاتها ونشاطها في الأماكن الأصلية التي شهدت نشأة هذه الفنون ويهدف مشروع الدار إلى إعالة تأهيل هذه الدار لتكون مركزا للفنون الشعبية في مدينة المحرق يعمل على إحياء وتنشيط الفنون الشعبية التي اشتهرت بها المنطقة إضافة إلى تعزيز مكانة التراث غير المادي الغني والمتنوع للمدينة نفتت هذا المساء بمدينة المحرق أيضا دار بن حربان هذه الدار العريقة التي تمتاز بعائلة فنية استمرت أبا عن جد هذا المساء نسعد بإعادة إحياء هذه الدار بإعادة العمارة إلى سابق عهدها لتكون جزء من هوية هذه المدينة التاريخية طبعا نفخر بأن يكون استاذ جاسم بن حربان هو المسؤول عن هذه الدار الذي يمتد بأصالته بمعلوماته بجمعه ما بين الفنون الشعبية وأيضا الجانب الشق الأكاديمي من الدراسات من الكتب التي تحمل هوية هذه الفنون بمختلف أنواعها العادات البحرينية التقاليد في مجموعة من المؤلفات نفخر بأن يتكون هذه الدار أيضا مكملة لرؤية هيئة البحرين الثقافة والأثار بالمحافظة على التراث غير المادي إحياءه والمحافظة عليه بكل النواحي نأمل بأن يتجدد لقائنا مع هذه الدار بفعاليات وأمسيات إن شاء الله بعد أن تسمح لنا الظروف بعد جاحت كورونا بإذن الله وأن يكون لهذه الأسرة امتداد في العطاء الفني إن شاء الله نحافظ على أصالتنا ونحافظ على هويتنا ونحافظ على التراث الجميل البحريني الذي استقم مننا الكثير من الباحثين والدارسين الذين كانوا يأتون للبحرين وجميع التسجيلات اللي كانت موجودة عندنا في إذاعة البحرين مسجلة في مثل هذه الأماكن في الدور الشعبية والدارسين طبعاً سجلوا جميع أنواع الإقاعات البحرينية اللي درسوها بتعمق وبتفصيل ويمكن استفادوا منها في موسيقاهم ويمكن يعني وثقوها في الكتب التي ألفوها عن البحرين وعن الفنون في البحرين نحن طبعاً تواصلاً مع الجيل القديم هو جيل المغفور له بإذن الله محمد بن جاسب بن حروان نحن أبناء عائلته امتداد لهذه الدار وهي تواصل بين الماضي والحاضر نقدم كل هذه الأمكانات التي نحظى من خلالها بمساندة ومتابعة كبيرة جداً من معالي الشيخة ميبنت محمد الخليفة الله سلمه وطول عمرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر